بسم الله الرحمن الرحيم ابنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الاول الاعدادي مرحبا بكم جنالكم مرة تانية يا حلوين علشان خاطر نشتغل مع بعض بازن الله من كتاب المعاصر صفحة 30 لغاية 39 يا شطار كتاب المعاصر اقول اعدادي 2025 وان شاء الله هنشتغل مع بعض كلمات الدرس التالت والرابع معك في صفحة 30 اول الكلام بيقولك تيمبل يعني معبد أوبلسك يعني مسألة مونيمنت يعني اثر من الاثر او نصب تذكاري يعني دين يعني اصلاحات يعني نفق بعد كده عندك كلمة جاي من كلمة يساعد صفة معناها متعاون متعاون يعني بيساعد غير وبعد كده يعني نشيط بعد كده معك كلمة يعني كسول على اليمين هنطلع نلاقي تورست يعني سياح جمع تورست سائح بعد كده ستاتشو تمثال بعد كده كاتاكمس كاتاكمس يعني سراديب الموتى كاتاكمس سراديب الموتى دي عند الفرعنة بنك يعني ضفة النهر ولذلك كلمة بنك هناخدها دلوقتي في اللانجووجي نوتس وإحنا شغالين بنك ليها معناين معناها البنك اللي احنا نعرفه اللي بنروح نحطه فيه فلوسه ونسحب منه وبنك يعني ضفة ضفة يعني ايه ضفة ضفة نهر ضفة قناة بتبقى واقف في ناحية وشايف الناحية التانية قدامك بعد كده يعني جدران أو حوائط وبعد كده سلوشن سلوشن تي اي او ان بتتنطق شن سلوشن يعني حل سمارت يعني ذكي فرندلي يعني ودود جاية من كلمة فرند يعني صديق فرندلي صفة بمعنى ودود تعال بسرعة نحل الخمس جمل دول هناخد سمارت أو هلففول أو وال أو نحطها في الجمل يوجد الكثير من نقط للناس والحيوانات في المتحف اكيد طبعا المتحف فيه تماثيل ممكن بدل ما تكتب الكلمة زي كده في النقط اكتب واحد على الكلمة فوق اللي هو رقم الجملة صديقي نقط جدا بيساعدني كتير خلاص صديقي بيساعدني كتير يبقى صديقي يعني متعاون بيحب يساعد الغير نمبر ثري بيقول لك في بوسترين بيتحط فين البوسترات البوسترات على الحائط أو الجدار نمبر فور بيقول لك هو تلميذ ماله بقى كلنا بنحبه كلنا بنحب التلميذ الذكي أو اللي بيفهم أو الشاطر أو الممتاز يبقى ادي الأربع جمل اللي احنا جاوبناهم تعال نكمل كلمات مودل يعني نموذج كير يعني عناية أو اهتمام لانجوج ما تقولهاش لنجيوجي بقى لاش لنجيوجي الله يكرمكم لانجوج يعني لغة يعني معناها مترو الأنفاق وطالما المترو انت عارف ان المترو بيمشي تحت الأرض يبقى كلمة يعني تحت سطح الأرض يعني تأثير رياح شكل خلي بالك من كلمة في الصفحة اللي بعديها لو سمحت يا مستر ازاي بص يا بطل الصفة في الانجليزي الصفة في الانجليزي لا تجمع فانا عندي كلمة دد ميت طب انا عايز اقول اموات تيجي تقول لي دد اقول لك غلط اما لا اعمل يا مستر قالك حط ذا قبل الصفة تبقى جبت الجمع من الصفة دي يبقى ذا دد الموتى اديني كمان مثال يا مستر عندك مثلا ذا بور اصلا كلمة بور فقير لو قلت ذا بور تبقى الفقراء ذا ريتش كلمة ريتش اصلا يعني غني طيب عايز اقول الاغنياء اروح اضط ذا ريتش كده بقت الاغنياء اذا الصفة لما احب اجمعها طبعا مش مع كل الصفات الصفة لما احب اجمعها احط قبلها ذا اجيب الجمع منها على طول بعد كده كلمة هول كامل حرف الو سايلنت يبقى تبدأ من الاتش وتقول هول يعني كامل فيرامد هرم بيرينج يعني الدفن بيرينج بيري يعني يدفن بيرينج يعني القيام بالدفن او عملية الدفن خطوات مبنى يعني يصلي يعني يصلي غير في كلمة تانية اسمها كده يعني فريسة كلمة فريسة بس بالي مش بالايه يعني يصلي اختيار سبب مميز او خاص حجر يقدم لان لو قلتها يبقى معناها هدية بريزينت يقدم او يعرض انفورشنيتلي انفورشنيتلي يعني للاسف او لسوق الحظ عندك تي واليو بتتنطق هنا انفورشنيتلي يعني لسوق الحظ بيتي يعني شفقة او اسف وطبيتي يعني شيء مثير للاسف او الشفقة تعال على كلمات لسون فور معاك كلمة لوكل محلي ايدت يعدل ايدت يعني يعمل تعديل على حاجة صورة بيخليها تفتح زيادة بيعمل تعديلات على الشكل والوش اسمها ايدت ايدتنج يعني تعديل فلور يعني ارضية اونلاين يعني متصل بالانترنت او عن طريق الانترنت على اليمين عندك تكنولوجي يبقى سي والإتش عندك هنا منطقة كاف سي يعني يبقى او يقيم او اقامة بالتأكيد تايرد يعني متعب ننزل بعد كده على ايدفو مش ايدفو 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 تيمبل ايدفو معبد ايدفو ذا ريفر نايل يعني نهر النيل تعالى على او تصريف الافعال الغير منتظمة طبعا احنا كنا في صف سادس اخر حاجة كنا نعرفها التصريف الاول والتصريف التاني اللي هو المضارع وكمان الماضي لا اعمل حسابك بقى ان كل فعل له تصريف ثالث كمان بنسميه past participle past participle يعني التصريف الثالث باختصرها وخليها تعمل حسابك ان كل فعل له تصريف ثالث وهنحفظه طب ناحت تحتاجه في ايه مستر التصريف الثالث ده لما ييجي معاده هنقول حضرتك تعالى بيقول لك بقى give given بعد كده come بعد كده spent 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 يعني يقضي وقت او ينفق فلوس تنفع الاثنين يقضي وقت او ينفق مال دي او دي يقضي او ينفق يقضي وقت او ينفق فلوس طيب جميل نيجي بعد كده على صفحة اتنين وثلاثين معاك الword والسينانيم والانتنيم الكلمة والمرادف والعكس كلمة ancient عندك بتتقلشين يعني قديم بتساوي old برضو قديم طب عكسها new او modern يعني جديد او حديث active نشيط بتساوي energetic نشيط عكسها lazy كسول useful مفيد بتساوي helpful متعاون ومؤثر او فعال بعد كده useless عديم الفائدة interesting شيق او ممتع بتساوي amazing و lovely وعكسها boring ممل بعد كده friendly ودود بتساوي kind عطوف عكسها unfriendly غير ودود او عدائي طب ايه الصوفيكس او prefix الصوفيكس قلنا دي معناها لاحقة الصوفيكس يعني لاحقة يعني مقطعناه يعني ايه مقطعناه يا مستر مقطعناه بحطه في اخر الكلمة يغير معناها هلب اصلا يساعد حطت لها فل بقت كده مقطعناه لانها جايه في اخر الكلمة بقت هلبفوا المتعاون طب اما البريفكسز يعني يا مستر بريفكس يعني سابقة يعني سابقة يعني مقطع بادئ بيتضف في اول الكلمة يغير معناها building يعني مبنى build اصلا يعني يبني حطت لها اي انجيه بقت building يعني مبنى تعال اما ناخد بقى على الفكابلال استاضي بعد ما درسنا الكلمات كويس تعال اما ناخد الجمل دي نحلها the antonym of useful is عكس مفيد antonym عكس احفظ الكلام ده كويس عشان دي اسئلة والامتحانات لما تلاقي كلمة منتاش عارف معناها في الجملة بتطلخبط وما بتعرفش تحل the antonym of useful is عكس مفيد ليزي كاسول helpless يعني قليل الحيلة helpless معناها قليل الحيلة يعني ما بيعرفش يحسن يعمل حاجة بنفشل نافع او مفيد ولا useless عديم الفائدة طالما useful معناها مفيد يبقى عكسها useless متاخدش helpless جميل the word not has the same meaning of energetic الكلمة نقط تمتلك نفس المعنى زي energetic نشيط active نشيط صح ليزي كاسول غلط friendly wadud in active غير نشيط هو عايز معناها تبقى active number three the synonym of ancient is مرادف قديم soft ناعم او طري old قديم modern حديث hard صعب او صلب الاجابة be old number four boring is the antonym of boring عكس ايه boring يعني ممل عكسها bright لامع صاطع ugly قبيح interesting شيق small صغير طبعا الممل عكسه شيق number five the suffix not changes the verb help into an adjective ايه المقطع اللي بيتحط في الاخر اللي بحطه مع هلب عشان احوله الى adjective صيفة يبقى انا قلت هلب احط لها ف يو ال بقت هلب فول معناها متعاون الاجابة نمرت ايه ولذلك دايما افتكر معايا بعد اذنك الكلمات دي كلها واكتبها عندك اللايبر شوف انا اسيب اهو اسيب الصفحة بتاعتي واروح اوضح لك شوية حاجات لازم تعرفها لالله يكرمك كويس اول حاجة عايز تعرفها لي ايه يا مستر بسم الله الرحمن الرحيم عشان بس ايه من عطلكش ايه يا سيب انا عايزك تعرف معاني بعض هذه الكلمات معاني بعض هذه الكلمات خد الكلمات دي اعرفها لي كويس عندك مرينة بكلمة adjective احفظها يعني صفح مرينة بكلمة noun يعني اسم احفظه مرينة بكلمة verb يعني فاعل احفظها مرينة بكلمة adverb adverb يعني ظرف او حال احفظها مرينة كمان بكلمة synonym اللي هي بتساوي meaning اللي هي معناها معنى طب بعد كده عندي antonym اللي هي بتساوي opposite يعني عكس احفظها عندي كمان بعد ما خدنا دي و دي معك كلمة prefix prefix يعني سابقة او مقطع بادئ احفظها عشان كل ده هتعوزه في السؤال دوت وعندك كمان suffix يعني لاحقة او مقطع ناهن احفظها كلام ده انت كله هتعوزوا ما عرفتش تحفظ الكلمات دي الدنيا تخرب منك في السؤال دوتبوز فبعد اذنك ركز وشوف مصلحتك تعال اما نكمل يا بطر بيقولك جنرال نوتس كلمة بانك عندك اهي لسه ايلنها من شوية كلمة بانك او معناها ضفة نهرة او قناة يعني عمي يعمل في بنك ادفو مدينة ادفو تقع على الضفة الغربية من نهر النيل عندك كلمة سمارت سمارت معناها انيق واحد بيلبس كويس شيك ما شاء الله عليه ما بيحبش يلبس حاجة وحشة وكلمة سمارت معناها ذاكي بتسوي انتليجنت يبقى سمارت بتسوي انتليجنت وعندك كمان سمارت بتسوي والدريست ريبير معناها يصلح ومعناها اصلاحات يعني عايز اقولك ان ريبير دي تنفع فعل بمعنى يصلح او يصلح بتسوي فكس بتسوي مند يعني يصلح طب ريبير معناها اصلاحات يعني تنفع اسم كمان يبقى اسم بمعنى اصلاح او تصليح هنا ريبيرد جاية والفيرب بمعنى فعل يبقى هنا معناها صلحة الميكانيك صلح عربية هنا سم معناها بعض بيجي بعدها اسم محتاج بعض الاصلاحات وبالتالي هنا كلمة معناها اصلاحات جميل كل ده احنا في الكلمات اهو عاملين نزبط في الكلمات ونحل عليها تمارين ونزبط لك المعاني ونزبط لك كل حاجة فيها cut away يعني يقطع حاجة حتة او يفتتها عارف يعني يفتتها cut away يعني يقسمها الحتة الصغيرة solve a problem يحل لمشكلة give reasons for يعطي مبررات او اسبال get together يعني يتقابل او يتجمع get together يعني يتقابل او يتجمع that sound is useful that sound is good يعني يبدو مفيد او يبدو جيد sound هنا مش معناها صوت sound هنا معناها يبدو that's a shame هذا شيء مخزي يا للأسف that's a pity برضو يا للأسف او هذا مؤسف على اليمين do sports يعني يمارس رياضة go online يدخل على الانترنت او يتصل بالانترنت present a solution يقدم حل make videos يعني يصور او مقاطع فيديو او يصور فيديوهات give it a try give it a try myself يعني اجربها بنفسي give it a try يعني احاول معها what life was like يعني ماذا كان شكل الحياة او كيف كانت الحياة حروف الجر يا بطل made of عارفينها من بدري مصنوع من lots of بتسوي a lot of يعني كثير من walk around يتجول او يتمشى on the west bank of على الضفة الغربية من on walls على الحوائط والجدران bad for door لي تعال اما وشوشك كده واقولك كلمة على جنب عشان انت حبيبي والله عشان انت صاحبي وعلشان سانقول عدد يغلي علي لازم مش هسبلك اي حاجة خد احفظ الست كلمات دون وبقد ادعيلي بقى عندك good for مفيد لي عكسها bad for يعني ضر لي طب خد الباقي بقى good at يعني شاطر في الحاجة دي i am good at english انا شاطر في الانجليزي bad at يعني خايب او خايبان في الحاجة دي خايب في طيب good to عندك بقى good to يعني طيب مع يعني لما اقول مثلا she is good to animals هي طيبة مع الحيوانات bad to برضو يعني شرير مع او يعني وحش مع حد معي ست كلمات دون حروف جر مع جد وباد يا باشا واظبط لي ادائك وايه واعدل لدنيتك معايا كده يا سنة اولى تعالى بعد كده حضرتك ناخد على at the end of the day في نهاية اليوم at the end of the day يعني في نهاية اليوم على اليمين in winter في فصل الشتاء at the top يعني في القمة وكما بيجي معايا حرف الجر at the top at the top ابقى في قمة كده at the bottom في قاع او في اسفل برضو بيجي مع حرف الجر at the top a model of يعني نموذج لي جيت تو يصل الى work on يعني يعمل على at the same time يعني في نفس الوقت جميل جدا تعالى على 34 بقى وما اجدبش عليك ده موضوع listening وال reading بس بدل ما نقرأ المعاصر برضو عامل حاجة كويسة انه الرجل مختصر لك القراءة وال listening دي في ايه في مين points كده علشان ما تزهقش من القراءة ويبقى جمعلك الافكار فبدل ما نقرأ معاكو ونطول عليكو الفيديوهات اكتر من اللازم عايزين حضراتكو تركزوا معانا في المين points النقاط الرئيسية on reading في القراءة and listening text ونصوص الاستماع اول حاجة listen 3 page 8 في صفحة 8 عندك اهو بيتكلم في ايه بيقولك ماريم's visit to the temple of edfu زيارة ماريم ابوصطرف اس الملكية زيارة ماريم الى معبد ادفو number 1 ماريم visited her aunt and uncle in edfu ماريم زارت عمتها وعمها في ادفو number 2 the temple of edfu tells us a lot about what life was like in ancient Egypt معبد ادفو يخبرنا الكثير عن ماذا كان شكل الحياة في مصر القديمة number 3 راح تلقيتي بقى unfortunately لسوء الحظ there are some problems يوجد بعض المشاكل at the temple of edfu في معبد ادفو خير رقم 4 the weather in Egypt is bad for the stone walls آه بيحصل تآكل في الحوائط الحجرية بتاعت المعبد بصبب الطقس the weather in Egypt في مصر is bad for the door على the stone walls الحوائط الحجرية number 5 the wind الرياح and sand والرمال slowly cut the stone away cut away بتفتته cut away بتفتت الحجر هتلاقي الجدران بدأت بدأت حتة كده وتقع منها حتة بسيطة وتبدأ تتخرم من كتر ما الهوى والرمال بتهب على الحوائط الحجرية فعملت فيها تفتت طب الحل ايه؟ volanteers work on the buildings المتفوعين بيشتغلوا بيحلوا المشكلة work on يعني يعمل على المباني يعمل على المباني يعني يعملوا على حل المشكلة بتاعت المباني number 7 there isn't enough time enough هنا منطوقة there isn't enough time وما فيش وقت كافي or people أو ناس كافية to stop these bad effects علشان تمنع هذه التأثيرات الضارة effects يعني آثار أو تأثيرات علشان تمنع التأثيرات الضارة دي on all the buildings على كل المباني at the same time في نفس الوقت number 8 the buildings are old المباني قديمة so they need lots of care علشان كده محتاجة الكثير من الرعاية and repairs والإصلاحات ممتاز طب تعال ناحية اليمين نكمل بعد التلخيص بتاع ال reading دوت أو listening I hope بيقول لك the temple of edfu معاك هنا معبد edfu the temple of edfu the temple of edfu is an ancient Egyptian temple in the town of edfu هو عبارة عن معبد نصري قديم في مدينة edfu number 2 edfu is located is located يعني تقع edfu is located on تقع على the west bank الضفة الغربية of the river Nile is a useful information معلومات مفيدة number 6 in the temple in the temple we can know لك تبقى الأمور عندك واضحة طيب المنطقي الحل اهو لمزيد ما مش عارف يمول حق ماشي تقديم الحل لمشكلة ما present a solution to a problem ازاي يقدم حل لمشكلة we use the skill of problem solving بستخدم مهارة حل المشكلات نيرلي تقريبا every day كل يوم في حياتك to solve small problems عشان احل مشاكل صغيرة in our daily lives في حياتنا اليومية we can also use it نقدر كمان نستخدمها to solve bigger problems عشان استخدمها في حل مشاكل كبير اهو ضروري المشاكل الصغيرة بس in the world في العالم and help to make it a better place ونساعد في ان احنا نخلي العالم مكان افضل when we solve problems لما نيجي نحل مشاكل يا سنقولة it's important to من المهم ان have organized steps يكون عندك خطوات منظمة for solution للحل tell other people about your solution وتخبر الاخرين بالحل بتاعك explain why your solution and work وتشرح لهم ازاي الحل بتاعك هينجح وازاي ان الحل دوت ممكن يشتغل ويكون ناجح شوف بقى التخطيط اول حاجة اهو زي ما قلتلك فوق identify what the problem is حدد ماذا تكون المشكلة think about the possible reasons فكر في الاسباب of the problem بتاع المشكلة use the reasons استخدم الاسباب to help you think of possible solutions عشان الاسباب بها تساعدك في التفكير في حلول ممكنة solutions حلول possible ممكنة for the problem للمشكلة number four look at your ideas انظر في افكارك and discuss وحاول تناقش what the best solution is ايه هو افضل حل give reasons for your choice ودينا اسباب لاختيارك think about how you can present your solution فكر بقى في ازاي ان انت تعرض او تقدم your solution الحل بتاعك to other people للناس الاخرين يلا بقى كده بعد ما قرينا كلماتنا وقرينا النصوص الاستماع والقراءة يلا يا ابطال نحل التمرين اللي موجودة عند حضرتك في صفحة ثمانية وتلاتين وتسعة وتلاتين وخلاص قربنا نخلص number one my cat is sick القطة بتاعتي عيانة it needs a lot of to get better محتاجة الكثير من نقط علشان تا تا حسن tunnels انفاق buildings مباني reasons اسباب care number two احمد is a very not student احمد طالب نقط جدا he always takes part in school competitions دايما بيشارك في المسابقات المدرسية اكتف نشيط ليزي كاسول ورد قلق كيرلس مهمل طبعا اكتف نشيط number three the sphinx the sphinx the sphinx the sphinx is a not with a head of a human برأس انسان and a body of a lion وجسم اسد سفنكس ابو الهول statue تمثال temple معبد building مبنى city مدينة طبعا ابو الهول تمثال ضخم جدا number four the نقط scientist invented a machine that produces oxygen العالم نقط اخترع آلة تنتج الاكسوجين strange علم غريب lazy كسول نيجاتيف سلبي اسمارت ذاكي نمبر 5 في مصر القديمة الناس كانت بتروح نقط على شم تصلي في مصر القديمة القديمة بتروح المكتبة تمثال يعني مسلة الإجابة طبعا كانوا بيروحوا تمبل المعبد بيصلي هناك في مصر القديمة نمبر 6 المدينة على نقط الغربية لنهر النيل موينتين جبل بانك ضفة ريليجن دين طايم وقت أو موعد الإجابة بي بانك ضفة المباني محتاج الكثير من الرعاية وإيه ثاني مستيكس أخطاء أسباب ريبيرز إصلاحات لانجوجس لغات طبعا سي ريبيرز إصلاحات استخدم الأسباب استخدم الأسباب عشان تساعدك تفكر في نقط ممكنة للمشكلة سلوشنز حلول وذر تقس بلدينجس مباني كاتاكومبس طبعا الإجابة إيه سلوشنز يعني حلول وطبعا كاتاكومبس دي كان معناها مدينة الموتى نمبر ناين نقط دو أميزين وارك توريبير ذي أول بيلدينجس فور فري مين اللي بيعمل عمل مذهل أو رائع لإصلاح المباني القديمة مجانا فور فري ستاتشوز تماثيل ستراكت شارز يعني مباني أو تركيبات المتطوعين الأجهزات طبعا المتطوعين نمبر تين بيزوروا المتحف المصري من جميع عنحاء العالم معابد هي اللي بتزور المتحف المصري توريست سياح مباني أو تركيبات الإجابة بي توريست سياح صفحة تسعة وتلاتين بيقول لك نمبر مصنوعة من الأحجار الضخمة أو السميكة حوائط يعني أنوار أو إضاءة أجازة مشاكل الإجابة حوائط عبارة عن نموذج أو تمثال لشخص أنيمال أو حيوان أو شيء أحيانا بيبقى مصنوع من الحجر ده طبعا تمثال نمبر تيرتين أنفق تحت الأرض لدفن الموت طبعا الإجابة إيه كاتاكومس اللي هي مدينة الموت نمبر 14 الرياح والرمال ببطئ جدا كات ذا ستون إيه إحنا قلنا بيفتت واخدنها لسه فوق كاتبها لك باللون الأحمر كمان حتى بالأمر فاكرها كانت اسمها ايه كانت اسمها كات أوي كانت المشكلة هنا في الصفحة دي أهي أهي كاتبها لك كمان باللون الأحمر أهو وقلت لك كات أوي يعني ايه يفتت أو يقطع إلى قطع صغيرة أو يكسرها إلى حطة صغيرة بسبب تأثير الرياح وعوامل التعرية الإجابة دي نمبر 15 كم مرة أنت نقط الرياضة طيب عندك جو سبورت دو سبورت يلعب رياضة يصنع رياضة جيف سبورت الإجابة دو سبورت يعني يلعب رياضة نمبر 16 ومد نقط قال له باسم مين اللي صنع نقط في قط الصفرة قال له باسم بيرز يعني أزواج بارز يعني قطبان أو قطع حديدية ري بيرز إصلاحات بيرز يعني ثنائيات الإجابة سي ري بيرز إصلاحات أنا خلصت بس معك هنا سؤال وإجابة عن أسئلة كم تكرار فعل شيء في الماضي طبعا إحنا شرحنا الماضي البسيط وقلنا أن الماضي البسيط كلمات always ويوجوالي والكلمات دي ينفع زي ما بتدل على المضارع البسيط تدل على الماضي البسيط بشرط تيجي معاها كلمة دل أو عبارة دل على الماضي فرجل هنا جايب أسئلة وإجابات باستخدام ظروف التكرار مع الماضي فبيسأل على كنا واخدنا في المضارع البسيط معناها كم مرة بس المرة دي مستخدمها في السؤال مع الماضي البسيط لأنه جايب كم مرة ساعدت الناس الآخرين في أجست الصيف قال له كنت بساعدهم أحيانا وطبعا الجزئية دي هنشرحها في الجرامر في الحصة الجاية بإذن الله أو في الفيديو اللي جاية هزبطها لك أحيانا كنت بساعد الناس كم مرة كنت بتلعب رياضة قال له غالبا هنا غالبا لو جت مع هاو يبقى هاو مع هاو إنما لوحدها من غير هاو معناها غالبا وبالتالي خلي بالك في الغالب كنت بلعب رياضة كنت بلعب كرة أربع مرات في الأسبوع كم مرة كنت بتخش على الانترنت عشان تتعلم قال عادة كنت بدخل على الانترنت عشان أتعلم كم مرة كنت بتصح بدري في أجهز الصيف قال انا مستنى الصيف عشان أصهر ونم واصح متأخر ولا مرة أبدا صحيت بدري في الصيف نمبر سيك بيقولك هل تعلمت أي شيء شيق على الانترنت هذا الصيف قال ليس كثيرا بس أحيانا كنت بخش على الانترنت مش علشان أتعلم قوي كده وصلت معاك لغاية صفحة 6 39 سنقول أعبابي وربنا يقدرنا كده وانساعدكم وشد وحلكم واجد عنه وما تنساش شوفك الحصة الجاية والفيديو الجاية ان شاء الله ما تنساش اللايك والشير والصبسكرايب ودعوه حلوة من قلبك رجل طيب أشوفك على خير قريب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته